زي الوقت ده بعد اسبوع بالتمام والكمال هنكون في اول ليلة من ليالي شهر رمضان كل سنة وانتو طيبين ويا رب يعودوا علينا يعني بالخير واليوم والبركات مش بس في مصر في العالم العربي كله الحية في هذا الشهر زي كل سنة الناس حياتها بتتغير صيام وصالح وترويح وعبادة وعداية وتقاليد بقالها مئات السنين ورمضان في مصر بطبيعته له نحكها مميزة جدا لانه بيجمع ما بين الروحانيات وبين الفرحة ولمة العيلة وخصوصا معا لما بتاعت العيلة على الفطار والسحور عشان كده دايما بيكون فيه استعدادات خاصة جدا لهذا الشهر من كل جهزة الدولة ووزارتها وبين اخص وزارة الاوقاف ووزارة التموين السنة دي وزارة الاوقاف عندها خطة متكملة لشهر بضان سواء من خلال استعدادات المساجد وتخصيص بعضها لصلاة التهجد او الاعتكاف ده غير بقى الدورات والحملات الدعوية اللي بتقدم الفهم الصحيح للدين من خلال فعاليات متنوعة فعاليات مستمرة طول شهر بضان الكريم كمان طبعا فيه مبادرات مهمة جدا من وزارة الاوقاف في مجال عمل الخير زي سقوك الاطعام الحقيقة يعني لا يعني فيه مجهود كبير جدا اما وزارة التموين فاستعداداتها لشهر رمضان ابتدت السنة دي بدري شوية معارض اهلا رمضان بدأت من يناير اللي فات مبارح كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بيفتتح المعارض الرئيسي لأهلا رمضان في القاهرة وهذا المعارض ضخم جدا على مساحة 8000 متر مربع بيشارك فيه حوالي 400 شركة كبيرة بكل منتجاتها نسبة التخفيض في السلع اللي بتوفرها وزارة التموين سواء من خلال معارض اهلا رمضان او من خلال منافذة على مستوى الجمهورية بتوصل يمكن ل30% نهار دا احنا هنتعرف على اهم الاستعدادات اللي عملتها وزارة التموين ووزارة الاوقاف لاستقبال شهر رمضان والحقيقة يعني هيكون فيه معلومات مهمة ولقاء يستحق المتابعة مع الدكتور هشام عبدالعزيز رئيس القطاع الديني في وزارة الاوقاف اهلا بحضرتك يا دكتور منوارنا اهلا بحضرتك بكل سنة مشاهدين وكل سنة حضرتك طيبين يا رب والمهندس عبدالمنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية في وزارة التموين اهلا بحضرتك منوارنا دايما مصر والشعور الاسلامية اللي هو لها بخير ومناس بذكروا بحيوه بشهر رمضان الكريم ان شاء الله شهر الخير والفضل بإذن الله على مصر والدول على الاسلامية وكلها كل سنة حضرتك طيب بخير هبدأ مع حضرتك يا دكتور هشام والحقيقة انا عارفة ان وزارة الاوقاف يعني دايما قبل شهر رمضان بتعمل استعدادات خاصة جدا بالتحديد ازاي المساجد بتاعة مصر كلها هتستقبل المصلين في شهر رمضان وايه القواعد اللي اتعملت لهذا الشهر اه يمكن عشان خطر احنا سنة دي عشنا سنتين مع كورونا رأيام ربنا لعطها مرة اخرى فعشان كده احنا استعدنا مبكرا وكان فيه توجيهات مباشرة من معالي استاذ دكتور محمد مختار الجمعة وزارة الاوقاف باعداد خطة متكاملة ومنهجية بحيث يكون شهر رمضان ان شاء الله بإذن الله هيكون غير مسبوق في تاريخ الوزارة غير مسبوق اكد تاني غير مسبوق في ازاي بأكد انه غير مسبوق في تاريخ الوزارة اولا احنا شهر رمضان عندنا صلاة الترويح ستقام في جميع المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة صلاة الترويح هيبقى لها نكهة جميلة في مسجد مولانا الامام الحسين لان احنا صلاة الترويح السنة هيكون فيها كبار القراء المصريين الله كبار القراء اللي في العالم كله بيبقى محتاج انه يسمحهم عندنا الشيخ التروطي الشيخ دكتور احمد نعينع الشيخ احمد تميم المراغي الشيخ ياسر الشرقاوي كم كبير انا مش عايز بس انسى اسماء لكن كلنا بيبقى يشايفينهم والعالم كله بيبقى محتاج انه يسمحهم في السنة دي صلاة الترويح كل يوم حضرتك عارفها مثلا دايما وابدا الواحد بيبقى في شهر رمضان يقولك أنا عايز اسمع حد كويس عايز اشوف اي مسجد كويس عشان اصلي فيه يوم كده يكون كويس لا احنا بنقوله السنة دي تعالى في مسجد سيدنا الحسين في اي يوم اي يوم عايز اصلي فيه صلاة الترويح في سيدنا الحسين هتلاقي حد من كبار القراء دي ما حصلتش نهائي في مصر خالص نهائيا عندنا صلاة التهجل برضو في مسجد مولانا الامام الحسين بكبار القراء ايضا عندنا الملتقى الفكر الاسلامي ده هيبقى عاقب صلاة الترويح الملتقى في مسجد مولانا الامام الحسين وفي المسجد الرئيسي في كل محافظة على مستوى الجمهورية في قادة الفكر وقادة الرأي لسدى المثقفين اصحاب الرأي الفكري هيبقى موجود لأول مرة عشان يبقين مسبوق في وزارة الاوقاف بنقول شهر رمضان ده عندنا ملتقى الفكر للواعزات ملتقى الفكر للواعزات المرأة المصرية هتبقى موجودة ليها ملتقى خاص بها في مسجد سيدة نفيسة بعد صلاة الدهر عندنا 19 ملتقى في 19 محافظة الملتقى الرئيسي هيبقى في مسجد سيدة نفيسة عاقب صلاة الدهر واعزات الاوقاف وواعزات الازهر الشريف اول مرة تحصل في وزارة الاوقاف ان يبقى فيه ملتقى فكري للواعزات عندنا عشان برضو لاستعداد المبكر عشان خاطر ناس كتير كان بتسأل هو هنصلي بجزء ولا أقل من جزء ولا هنصلي إزاي لا إحنا الأمر ده سيبناه مفروغ للتنسيق بين الإمام والرواد الرواد مثلا عايزين يصلي ويطولوا في الصلاة إحنا ما عندناش مانع طالما فيه تنسيق مع الإمام مش عايزين نطول عشان خاطر فيه ظروف معينة ما فيش أي مشكلة بس إحنا حاطينا مبدأ إيه هو المبدأ؟ التخفيف والتيسير ما أمكن على المصلين ده المبدأ الأساسي اللي إحنا ماشيين عليه لكن لو حاب الرواد أنه هم يصلوا بجزء إحنا ما فيش أي مانع خالص الأمر الثاني بس بقى لازم يعني يتفقوا مع بعض إزاي ما هو ممكن يبقى فيه ناس كتير وكل واحد عاوز حاجة مختلفة لا لا في المسجد هم كل مسجد فيه ناس المجلس إدارة مثلا أو فيه ناس كبيرة بيعودوا مع بعض ويقولوا مثلا إحنا إيه محتاجين يا مولانا أنك مثلا تبقى تطويلنا أيتين تلاتة شوية الناس مشتقة لأن موضوع كورونا كان برضو عامل بعد عن المساجد كان مخلي فيه جفوة كبيرة في الناس السنة دي مقبلة إقبال غير عادي إحنا ممكن إحنا لما فتحنا الأمور عندنا البرامج اللي كانت في الصيف والبرامج اللي مازالت الأسبوع الثقافي عندنا إقبال غير عادي على المساجد فإحنا فتحنا هذا المجال وقلنا زي ما يحصل التوافق في مساجد بتبقى معروفة أنها ما بتطويلش اللي عاوز ما يطويلش بيروح هناك واللي عاوز يطويل بيروح في الأسجل إحنا عايزين نقول أنه مفيش جبر هو أمر اختياري وتنسيقي عشان كده برضو إحنا الأسئلة بتكتر كتير طب هيبقى فيه تهجد ولا مش هيبقى فيه تهجد إحنا عندنا 10,460 مسجد للتهجد على مستوى الجمهورية من النهاردة 10,460 مسجد هيبقى فيه صلاة تهجد والعاش الأواخر برضو في مسجد مولانا الإمام الحسين كبار القراء العالم الإسلامي كل الناس بتسمحهم هيبقوا موجودين الاعتكاف برضو عندنا 6,220 مسجد هيبقى فيه حياء سنة الاعتكاف عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ده بغير فيه درس في العصر بغير سهرة بعد صلاة الترويح في المساجد بغير لو حب الإمام أنه يدي خاطرة بعد صلاة الفجر أو موعظة أو حديث شريف احنا ما عندناش أي مانا بخلاف دروس السيدات عندنا أكثر من 2000 مسجد دروس السيدات وننشق الطفل الصغير عشان نعلمه الدين ونفقهه وعشان نبل عنه الأفكار اللي مش كويسة ونعلمه صحيح الدين عندنا 2400 درس للأولاد والنشاعة في شهر رمضان اعتقد ما حصلش قبل كده في تاريخ الوزارة احنا نأمل بإذن الله سبحانه وتعالى ونتمنى من الله العام والتوفيق لكن الخطة محكمة والاستعداد غير كده نحن عملنا حاملة نظافة مبكرة التطهيل أو تهيئتها للسادة دروس ونعرفة في مساجد جديدة كمان في مساجد جديدة كمان احنا يمكن الأسبوع القادم ده بإذن الله احنا نفتتح 91 مسجد الأسبوع القادم يوم الجمعة اللي جاية بحيث احنا من أول سنة المالية 1-7 22-22 إلى الآن احنا افتتحنا 903 مسجد جميل جدا باش مهانس عبدالمان من بارح الدكتور عيل مصالحي هو بيفتتح المعرض الرئيس الأهلا رمضان قال للناس انتو مش محتاجين تخزينوا السلع لأن كل حاجة موجودة وكل حاجة متوفرة احنا عايزين نتطمن على حاجتين على مخزون السلع لأنه يعني عايزين نتطمن فعلا كل حاجة متوفرة مش محتاجين نعمل خزين رمضان قبل رمضان والأسعار طيب بسم الله الرحمن الرحيم أولا نتكلم عن المخزون زي ما قلنا كده أنا شفت حلقة النهار ده بنسمها مصر الجديدة دولة الإنجاز والآجاز يعني بمعنى أن الظروف اللي بيمر بقى العالم من ظروف اقتصادية وتدخم وحرب رسالة كورينية اللي كان فيه رؤية للدولة المصرية والقادة المصرية من فترة جدا جدا ويمكن بكل عارف كان فيه يعني القادة السلعية حريصة على المخزون استراتيجي للسلع الغذائية والاستراتيجية من فترة كبيرة جدا توسع في الصوامة وتوسع في المخازن اللي وصلنا في 1500 مخزن فعندنا النهاردة أول حاجة كمخزون أنه قال دولة رئيس مجلس الوزن برح فعلا في المؤتمر الصعفي ما تتكلبوش على السلع السلع الموجودة لأن من نفس هذا المكان اللي عام الماضي قال بنفس الان كنت حضر في التاح برضه أن الحرب ما بين روسيا وإوكرانيا لا يعرف مداها متى تنتهي وإحنا مستمرين في المعارض للشوادر ورفع العباء المواطن المصري طول ما في الحرب ففعلا فيه مخزون استراتيجي أمن في مصر لو جئنا على سبيل المثال حاجة واحدة بس الأمح اللي كنا بنعاني منه و بنساور منه كمية كبيرة جدا إحنا عندنا مخزون استراتيجي من الأمح كافل لأربع شهور وإحنا بنستعد دلوقتي لمحصول الأمح الجديد وإذا ما حصلتش من عشرين تلاتين سنة أنه يبقى عندنا رصيد محصول بالطرقة دي والجديد السكر كان عندنا اثنين شهر ونص ومحصول قصب السكر دخل والنهاردة شغالين على البنجر على قدمه صار أعزي أقول أن الأمن الغذائي وملف الأمن الغذائي وديره في مصر بكفاءة ونجاح باهر بدليل أن الوضع آمن في جميع السلع وما فيش نقص في الفترة فاتت الرز الحمد لله عندنا مخزون استراتيج من الرز أربع شهور ونص رز تموين معبأ جاهز لا لازم نعترف أنه كان فيه بعض المشاكل في الرز بس مش معنا بعد المشاكل اللي احنا عندنا نقص في الرز لا إلا أنا متأكد منه اللي عندنا داخل مصر رز كفينا ممكن كنت بكلمة وفادلت الشيخ قبل لما نخش في موضوع الرز عندنا الرز وعندنا التجنى من الرز كفي ولكن فيه بعض الممارسات اللي كانت يعني غير مشروع شوية ولكن الحمد لله يعني احنا زي ما بحصل أي وقت أنه يحصل نقص في سلعة أو حتى تلعب في الأسعار احنا نستوى فعلا دخلين خمسين ألف طن داخل عشان رمضان والرز بقى كافي جدا جدا وبدأ يتوفر الأسواق ويقولك كمان وقلت قبل كده هقول بشرة للمصرين كمان وبقولها النهاردة من هذا المكان وبقولها وهو واسق منه في نزول في الأسعار وفي استكراف الأسعار في فترة رمضان والناس اللي عمل كارتين عمل واللي عمل الشيخ قلت عمل وهيبقى فيه في رمضان وفرة وفرة في السلع في نزول في الأسعار في رمضان؟ بعد فجأة في اللحنة أنا بقول لحضر كده زمد عملنا في الدواجن في الدواجن برازيل النهاردة وإتخنه هندخل خمسين طن يوميا من الدواجن برازيل في المجمعات للسلعكية والمنافذ وفي اللحوم النهاردة بدأت تضخل كمات كبيرة لأنه كان عندنا برتكول مع وزارة الأقاف في اللحوم برضه وإن شاء الله بدأنا ندخل في المجمعات من برضه أكتر من 30 لخمسين طن يوميا فيكون إتاحة كبيرة في المجمعات للسلعكية اللي عندنا 1300 فرع فهيدي إتاحة طبعاً طريق البلد النهاردة عرضه الطلب فكل ما زاد الإتاحة والمعروض تتير فتنزل في الأسعار طبعاً عدد المنافذ هتبقى كم نفسه؟ نحن النهاردة العدد المنافذ طبعاً في رمضان ووقت الفتح بتاعهم يعني مستعاكم لكام في رمضان المعرض الرئيسي في تاتح مبارح ده فتح الدولة الرئيسي في مجلس الوزر ومعالم وزير التومين ومعالم محافظة القيرة هيبدأ من 10 صباحاً لتسعة من 10 لتسعة وده طبعاً نعتبر المعرض الرئيسي ماشيش أي وقت في النص وقت الفطار مش هتفل؟ لا شغال شغال الحاجة التانية هذا المعرض في روباميت الشركة زي ما حضرتك أشارتي في ممعروضات يمكن الشركة القبضة الصناعات الغزائية عندنا واخد جناح كامل أكتر من 30 منفذ جهاز الخدمة الوطنية واخد جناح كامل مبادرة كلنا واحد للوزارة الداخلية واخدامة كامل ومش عاوز أقول عاوز أوصل لحاجة برضو المواطنة وزارة الأوقاف في تنسيق في بروتوكول في اللعنة وزارة الزراعة معانا في السد الفجر ما بين الإسلاك والإنتاج عن طريق الزراعات والتعقضية وتشجيع المزارع وزارة التجارة والصناعة النهاردة من كانت قرار استمرار تصدير الفول والعدس وبعد بكليات لغاية أبريل مارس 24 يعني في تنسيق كامل صحيح حتى وزارة الأوقاف عاملة تنسيق مع وزارة الثقافة وعملين سهارات رمضانية في أصول الثقافة تقريب كله النهاردة مفيش وزارة بتشتغل بمعزة عن التان ومفيش وزارة بيطلع منها قرار يؤثر على التان النهاردة حديقة الأرمان اللي فتح معرك بيننا وبين وزارة التوامن وزارة الزراع ما تنسيق كامل بيننا أنا باتواصل مع رئيس قطاع الانتاج الحواني يوم كانت شابه يوميا في الأسعار اللي بيننا وبينهم والتوفر السلع ازاي وتأمين المنافذ والكلام ده كل هذه الأمور اتحاد الغرف الصناعية اتحاد الغرف التجارية كل تنسيق النهاردة الدولة ماشية بتنسيق وخطة استراتيجية ودراسة للاستهلاك والانتاج وسد الفجوة ازاي وده اللي خلت توفر السلع في خلال الفترة الماضية دكتور هشام التنسيق اللي انتو عاملينه مع وزارة الثقافة هتعملوا يعني امسيات كده رمضانية في قصور الثقافة هتعمل فيها ايه؟ هقول لي حردك التنسيق اللي وزارة الثقافة هو ليه جزور أساسية يمكن من خلال الناشر والتوعية احنا بنعمل سلسلة رؤية الفكر المستنير للكبار وللناشر وللأطفال دي سلسلة اصدرنا منها اكتر من 150 مؤلف وترجم لأكتر من 20 من 11 لغة على مستوى العالم كله فمن ناحية التوعية احنا يمكن كان لسا كان معرض الكتاب موجود وعملنا فيه انشطة على اعلى مستوى احنا يمكن كان فيه اجتماع النهاردة احنا مع وزارة الثقافة وزارة التعليم التربية والتعليم والتعليم العالي ووزارة الشباب والرياضة عشان الخطة اللي هتبقى في شهر رمضان واحنا بالفعل وضعنا خطة هتبقى في قصور الثقافة مراجز الشباب هتبقى فيها صهارات رمضانية من خلال المدارس هتبقى في بعض الانشطة التناغم بين مؤسسات الدولة والوزارات عمل مصر الجديدة احنا يمكن زي ما قال سيادته احنا في تعاون مشترك بيننا وبينهم عشان بمناسبة اللحمة انا بقول للسادة المشاهدين ومنطمن كل الشعب المصري ان بداية من يوم الاثنين القادم ان شاء الله باذن الله سيتم توزيع عشرة طن لحوم يوميا حتى نهاية الشهر الكريم على الاسر الاولى بالرعاية يوميا من بداية يوم الاثنين كل يوم عشرة طن من اللحوم من يوم الاثنين الجاي من يوم الاثنين الجاي كل يوميا عشرة طن على الاسر الاولى بالرعاية عشرة طن يوميا في مصر كلها يوميا في مصر كلها يوميا في مصر كلها على مستوى مصر كلها للأسر الفقراء الاولى بالرعاية وفي عزة وفي كرامة يعني عزة وكرامة لحد عندهم بعزة وكرامة وهو يعني قاعد ومفصوط ومستريح بالتنسيق بين وزارة التومين ومعنا برضو هتوصلوا لهم ازاي هل في كشوفات معينة يعني مين اللي هيترح يعني على اي اساس انا مش عارف افكر حتى على اي اساس لانه هبقعد انا كده في بيتي وهلاي الناس بتخبط علي بتقولي خدي اتنين كيلو لحظة وهو ده التناغم اللي بين مؤسسات الدولة الوطنية وزارة التومين بتجهز اللحم والتشفية والتبريد والتغليف والسيارات وزارة الاوقاف فريق عمل كامل موجود في المجازر ومع العربيات ومع السيارات وبيباشر الطب البطري موجود لتطمئنا وزارة التضامن بقى هي عندها الكشوف وزارة التضامن الكشوف اللي هي موجودة في وزارة التضامن لأسر الاوراق بالرعاية وكمان لما بتروح المحافظة بيبقى فيه تنسيق مع السيد المحافظ ومع السادة وكلاء الوزارة من التومين برضو ومن التضامن ومن الاوقاف ويبقى فيه فريق عمل هو اللي بيروح يوصل الحاجة لهؤلاء بالرعاية في كل مكان بطريقة كده الشيك وطريقة لائقة وتحفظ كرامتهم في كل بقعة من مصر المحروسة وطبعا من غير تصوير ما احنا بنقول عزة وكرامة العزة وكرامة انك انت مش هتصوريه العزة وكرامة مش هتتعبيه او فيه فتابور او تقول له لا تعالى بكرة او انت ملكش النهار دا لا خالص خالص الكلام دا لا لم يحدث ولم يحدث لان فيه تناغم فيه تنسيق تام بين المؤسسات الامر دا بيحصل لان كان فيه سكوك الاطعام وسكوك الاضاحي احنا اطلقنا برضو سكوك الاطعام السك بتلتميت جنيه ويمكن فيه تنسيق تام مع وزارة التومين وهي بتبزن معنا بصراحة وهد في توفير هذه فاحنا بنقول وبنطمن ان من يوم لتنين ان شاء الله بإذن الله كل يوم عشرة طن من اللحوم توزع على الاصل الاولى بالرعاية على مستوى الجمهورية بشوانس عبد المنعم الحقيقة فيه اربع حملات اساسية بتعملها يعني مدريات التموين عشان ضبط الاسواق اولا ايه الاجراءات الوزارة التموين بتعملها علشان تعمل نوع من الرقابة على الاسواق وخاصة طبعا في رمضان والمخالف بيحصل مع ايه اربع دول يعني عدد نقول دول رأيسية لا يعني دولة الاربع رأيسية احنا عندنا المدرية والادارة والوزارة كلنا النهاردة شغالين وقدم بتنسيق مع الجاتل اخرى تساش دور برضو معنا لازم بيطلع معنا مفتش وزارة الصحة لما بيكشفوا على مصنعات الحوم طيب البطر بيكشف على الحوم التنسيق بنباشر هذه الاسواق من عدة محاور المحاور الاولى لازم اقولتها هم حاجة بس انا عاوز اراج برضو والمعرض للشغالة للسعر تاني حاجة انا براقي بالسعر من خلال الاعلان عن اسعار لازم اي سلع يكون معلنة على السعر سواء مكتوب على العبوة نفسها او على الرف تاني حاجة دوري انا كمفتش بسوف السعر اللي موجود في الفطورة اللي طالع بيب المصنع لان اي مصنع الوقت اما يكتب سعر السلع مباشر على السلع نفسها اما يكتبها في الفطورة في خانة اسمها سن بيم سن بيم اشوف سعر بيب المسالك اللي في الفطورة هو عرضه على الرف والله على السلع وممكن ابص عليه كمان اعمل شكل لان اشوف اضرب على الكاشير هو السعر اللي على القائمة هو اللي على الكاشير بقى شوفنا السين عدم البيع بأزم من التسعير ودي برضو موجودة الاحتقار ودي اهم الشيء شوفتك تبطنا كمية من الرز في الفترة الفترة دي ومن المواد الاغذائية يعني الثالث حاجة اللي هو متبكة السلع مصفات ممكن اروح اجيب كيلو سمنة بمئة واربعين بمئة واربعين جنيه الوقت تنتين وعشرين جنيه واتلاقى في بعض الزيوت الناباتية ادهت وعندها بالشيء حاجة مخشوش او اجيب برطمان عسل ولاقى فيه كلوكوس دي برضو تلازم السلعة تكون مطابقة بالمصفات القياسية المصرية انا بدفع فلوس يبقى لازم خهم كيمة غزائية بالفلوس يدفعتها طب المخالف اما اقول لي ستك خمس حاجة برضو طرق العرض والتخزين ممكن انخذت السلعة من المصنع السليمة ونقلتها غلط تؤدي لفسادها المنتهي الصلاحية تبقى المواطن برضو بيشوف الصلاحية وانا ببص على الصلاحية او طرق الغش او انتهاء الصلاحية او تغيب ممكن واحد يحط استيكر فوق استيكر يغير في الغش في التاريخ الصلاحي دي كلها احنا بنقتشب اي مخالف طبعا بتخلف هذا القانون فيه اجراءات قانونية ويمكن المستشار المستشار النائب العام يعني كل شكر التأدير بياخد اجراءات سريعة دلوقتي في زل الازمة دي واي سلعة بتصادر بيتم سبوة الصلاحية بتحط في المجامعات السلاكية فورا للاتاحة معارتش بقى اقول التحفظ والكلام ده كله فاذا هناك طبعا بتحول للنيابة العامة نيابة العامة بتدي القوانون او المواد اللي حلها نازلة بها حسب المادة اللي نازلة بها ممكن ياخد عقوبة 200 ألف جنيه على عدم الاعلان او الفاتورة ممكن ياخد مليون جنيه حسب الجنم العامة مليون جنيه اه طبعا اه ممكن انا ااخد غرامة خلي بالك ممكن في غرامة 500 جنيه ولكن مصادرة البضاعة بتاعتي بـ 2 مليون جنيه اه طبعا فدي طبعا البضاعة بتصادر فيه بتصل المراحل للحبس او الساجن زي ما بقولون يعني اللي هو ادى سلعة فيه غش تجاري او منتها الصلاحية او ادى الى سلعة بحة وقدت الى اي يعني اي اصابات او اي مشكلة صحية بيمكن يصل الى 7 سنين و30 ألف جنيه دي موجودة بمصادر بضاعة طبعا ولازم ينشر في جرتين ولو عود هذا المخالفة تاني ممكن سحب الرخصة وغلق المكان طيب خلينا نروح لدكتور هشام الحقيقة زي محرك قلتلي في الاول انه فيه اهتمام شديد من وزارة الاوقاف بالفعاليات الخاصة بالمرأة احب برجع للنقطة دي هل في طبعا هتبقى بعد صلاة الظهر يوم الثلاث من كل اسبوع مش كده يوم الثلاث صلاة الظهر للسيدات احنا عندنا فيه درس في العصر اه للرجال لا انا بكلم على ستات دلوقت اه بعد صلاة الظهر اه بالضبط هل حضراتكم يعني عاملين نوع من الرقابة او المتابعة ايه المضمون اللي هيتقدم في الدروس دي تمام انا عايز اقول لكم يمكن النهاردة كان فيه اجتماع موسع مع وعزات وزارة الاوقاف النهاردة الوعزات كلهم على مستوى الجمهورية كانوا موجودين النهاردة اجتماع مع معالي الاستاذ دكتور محمد مكتر جمعة وزير الاوقاف عشان خطر الرؤية المنهجية لشهر رمضان المبارد كان اللقاء يعني مسمر للغاية وهم كانوا في قمة السعادة انهم اخذوا الجرعة من معالي الوزير والفكر الوسط المستنين والانارة من رأى التجديد معالي الوزير احنا بالفعل تم تكليف لجان تفتيش على مستوى الجمهورية من ديوان عامل وزارة ومن المدريات والادارات الفرعية ان احنا عندنا الاداتة موجودة المساجد اللي فيها دروس للوعزات للسيدات عندنا الاداتة موجودة احنا مكلفينهم انهم همروا على المساجد عشان يتأكد الاول الحضور الحضور موجود ولا لا الامر التاني احنا كل الوعزات عندهم يمكن النهاردة برضو خدوا مجموعة من الكتب الحديثة الاصدارات الحديثة من اهمها موسوعة الثقافة الاسلامية ودي كتاب عظيم وقيم جدا عشان خاطر المواد احنا سيبلهم يعني فرصة انهم يختاروا الجرعة الايمانية احنا محتاجين في شهر رمضان ان نرجع الناس لربنا شوية بس اهم حاجة دروس الدنيا دي سواء الستات او للرجالة يبقى يعني بس ان نبقى فاهمين اللي بيتقدم فيها الجدول موجود والموضوعات موجودة منشورة على الموقع كمان يعني احنا ما استعملون كده عشوائي حضرك لو اي حد طلع على الموقع هلاقي اليوم الموضوع وطريق التناول للموضوع طريق طريقته احنا يعني هم اصلا خدوا تدريبات كتيرة يعني هم مثل لسه مثلا هيتعلموا مثلا ازاي تناولوا الموضوع او لا احنا مثلا اتكلم عن الاخلاق اتكلم عن صلة الارحام اتكلم عن التعاون والتكافل اتكلم عن الامان بربنا والقرب الصلاة والقرآن والاثارة السلوكية احنا الهدف كله ان الصيام يؤثر في السلوك انا ايه الفايدة مثلا ان انا طول اليوم مثلا في المسجد قرآن وصيام وتلاوة وترويح لكن ما اصراش في السلوك بتاعي لا هو ده الهدف هي فلسفة الاسلام انما بوعسته لأتمم مكارم الاخلاق هو الفرائد في الاسلام مش تقوص مش ان انا طول اليوم افضل صايم وخلاص عشان خاطر امتنع على طعام وشراب فقط لا الهدف الاساسي من فرض هذه العبادات هو ان تؤثر في سلوك الانسان الانسان القويم الانسان السليم الانسان اللي يتعامل بانسانيته مع الاخرين ويمكن عشان كده احنا دايما هو الدين الانساني يعني هو جيه عشان خاطر يتعامل مع الانسان بانسانيات وقد كرمنا بني ادم الكل مكرنم عند ربنا سبحانه وتعالى عشان كده يبقى لازمة الانسانية عشان بيبقى فيه خطورة في الاخر الخطورة دي تأتي منين خلي بالك انا مش هم اقولك صلي وصوم والاخلاق على جنب لا الاساس هي الاخلاق احنا عندنا القرآن فيه اكتر من ستة الاف آية لو عمان عد بياني كده للآيات التي تتكلم عن العبادات الفرائض الحدود كم الف من ستة الاف اتنين تلاتة اربعة لا خمسمية آية خمسمية آية بس فقط الباقي بيتكلم عن المعاملة هو الدين المعاملة الدين الإنسانية ودين المعاملة احنا ليه بنحذر عشان خاطر فيه حديث عن حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صحيح مسلم بيقول حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بيعلم الأمة كلها ويعلم السيادنا والصحابة اتدرونا من المفلس من المفلس اه احنا بداها هتنكده المفلس اللي معهوش ايه الازي لا دير همه ولا دير نوع اللي معهوش فلوس فقال حضرة النبي صلى الله عليه وسلم المفلس من يأتي يوم القيامة بصيام وصلاة وزكاة وحج ما فيش افضل اننا نتقلب ربنا بالعبادات دي اللي ربنا فرط عليه صلى وصام وحج وعمل كله عشرة على عشرة بس اخلاقه اهو حضرة النبي شوفي بقى شوفناش اثر العبادات الجميلة الله يفتح الاصر اللي عايزه حضرة النبي مننا بالزبط لكنه سبب هزا العبادات دي المفروض تطهر نفسنا سبب هزا شوف حضرة النبي بيبين الخطورة منين المفلس مين هو لكنه سبب هزا قذف هزا واكل مال هزا لح في ناس تقولك ايه لانا صايمة دلوقتي مش هتكلم في الموضوع خلينا نتكلم بعد الفطار يعني معناها انا عشان خاطر انا لو اتكلمت بعد الفطار هتكلم بكلام بالزبط فانا دلوقتي اشان ما بواصش اشان ما مفترش وبواص يومي لأ نتكلم بقى بعد الفطار عشان بقى ايه يعني اقول ناخد وندي براحيتنا براحيتنا لا اشوف خلي بقى لك بالحديث حضرة النبي ده ده انت مفلس الراجل اللي انا سبيته وقذفته زميل اللي انا تعرضت لي الفتنة اللي انا نشرتها او الاشاعة ويمكن احنا النهاردة عايشين في عصر كبير من الشائعات والمغرضين من اصحاب الافكار المتطرفة والمذاهب التي لا تحب الخير لمصر ابدا عصر شائعات كبير او سب هذا وقذف هذا واكل مال هذا مفيش سلوك مفيش اخلاق العبادات دي مقصرتش فيقول هي حضرة النبي بقى بيحذر بقى فيأخذوا من حسناته الحسنات دي اللي هي عبارة عن الصلاة والصوم والزكا والحج الحسنات بتاعتك فيوضعوا على حسناتهم الرجل اللي انت ظلمته الرجل اللي انت اعملت فيه شكوى الرجل اللي انت تتبعت عورته الرجل اللي انت يعني اكلت ماله الرجل اللي انت قذفته فتوضعوا فان فانات حسنات لأ Woah lest aign من سجاك الصلاة ويعني يبقى حلو جدا ابشح حاجة ممكن تحض finde الناس اللي هي في وشك لطيفة وحبوبة وجميلة ومن وراء ظهرك الكلام بقى عشان كده ده منافق إن الله لا ينظر إلى ثوركم ولا إلى أجسادكم الشكل والضحكة والابتسابة لكن ينظر إلى قلوبكم إلا من قطى الله بقلب سليم طب الحسنات خلصت قال فيأخذوا من سيئاتهم فيوضعوا على سيئاتهم أصحاب العبادات فيكبون على وجههم في النار والعياذ بالله يبقى لازم يبقى فيه تناسق وتناغم بين العبادات والمعاملات إنما بعثت لأتمم مكانهم الأخلاق العنوان العظيم وأنك لعلى خلق عظيم العنوان الكبير وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وعايزين نقول في رمضان خل بالك أنا مثلا هقول وانا صايم أنا مش هتكلم أنا دلوقتي أنا صايم أنا صايم بعد الفطار بقى نتكلم خلي بالك هو ربنا سبحانه وتعالى رقيب في كل الأوقات احترس من دي أن ربنا رقيب لا هو كده معناها أنه عنده النية يعني أنا دلوقتي بالضبط أنا دلوقتي صايمة فأقول لا بعد الفطار بقى نتكلم في الموضوع ده هو الصيام والأصد بتاعه المترتب عليه فمعناها أنه أنا نيتي مش كويسة أصلا عشان كده سيادنا العلماء بيقولوا هي ضرة من أعمال القلوب أفضل من أمثال الجبال من أعمال الجوارح سي محرك بتقولي كده أنا في الشكل والسمت شكلي جميل جدا لكن ما فيش عشان قلبي من السليم عشان قلبي في غل أو في حقد أو في حسد أو في كراهية والعياذ بالله أسود لكن لو أحد قلبه سليم حتى لو مش في إمكانه أنه هو يفعل الخير يعمله بأيديه لكن بيحب قلبه نظيف بيتمنى الخير لغيره بيتمنى الخير لغيره ربنا يوفقه وربنا يساعده وربنا يأخذ بيده وربنا يوقف معاه لكن الغيبة والنميمة بقى وما أكثرها وإحنا عايزين نقول أنه مش الصيام مثلا دايما وأبدا فيه بعض الظاهرة الواحد يبقى تعبان بصوا أنا مش قادر أشتغل أنا أصلا ودي فيه ناس تاخد أجازة من الشغل عشان هو صايم لا لا الإسلام ديني العمل ده العمل أساس العمل أساس ده أنت وإنت تعمل وإنت صايم تاخد عند ربنا أجل يعني أنت لو خدت أجازة من الشغل عشان تصوم اللي هيشتغل وهو صايم عند ربنا أحسن منك طبعا لأن فيه فهم خاطر أنا كمسلا أحسن وقت للمذاكرة وأنا صايمة أيام المدرسة والكلية أحسن وقت بتحس أنك بتركز بشدة لا إحنا بنقول في الشغل عشان خاطر فيه ناس كتير في الشغل مثلا أنا خلاص طب بصوا أصلا إحنا روح بدل النهاردة عشان إحنا صايمين ننوح ساعة بدل ولا ساعتين بدل أصلا أنا متعصب عشان صايم مش عارف أشرب السجارة ولا القهوة وعطل الشغل ومصالح الناس شوفي فلسفة الإسلام العظيمة الجميلة في الفهم الصحيح للدين حضرت النبي صلى الله عليه وسلم مرة كان قاعد مع سيادنا الصحابة فمر واحد من سيادنا الصحابة كده قوي جلد لي قوة ونشاط وشجاعة فقالوا لو كان هذا في سبيل الله يعني لو طلع جاهد ويقتل الأعداء ده كان ممتاز وراعي جدا فأحضرت نبي قال لهم الموضوع مش كده خالص لو خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله الراجل اللي نازل من شغله عشان خاطر يجيب طعام وأكل وشرب ولبس لأسرته ده في سبيل الله لو خرج يسعى على ولديه صغار لبطعم ولاده أهله وزوجته فهو في سبيل الله طب هو مش متجوز لو خرج على نفسي بس يعفها فهو في سبيل الله برضو لكن لو خرج رياء ومكابرة فهو في سبيل الشيطان فالسفة الإسلام مش نفع النفس عشان خطر دايما وأبدا أنا أنا هصلي وهصوم عدة حسنات لنفسي لا الفلسفة في الإسلام النفع المتعدي صحيح العطاء لما حضرت نبي بيقول يعني الإسلام حب الأعمال إلى الله بيسأله حضرت نبي صلى الله عليه وسلم إيه حب الناس ربنا وحب الأعمال لربنا هو إحنا داخلنا على شهر رمضان إنك تفرح الآخر وفي حاجة نقطة مشتركة أعتقد بين حضراتكم الجاشع بتاع التجار أعتقد يعني في وزارة التمويل أنتوا يعني بتقفوا بالمرصاد الجاشع التاجر وأخذ رأي حضرتك برضو يا دكتور هشان طبعا اللي إحنا الجاشع التجار دي مهم يعني ده حرام جدا شرعا وخانونا إن واحد يستغل الظروف في زل الظروف اقتصادية وارفع الأسعار بدون مبررات ولازم أوجه الرسالة إنت بتجري في السلعة والأتنين ما أنت بتستغل كمية السلعة أخرى بالضبط وهي كلها حلقة واحدة وكلنا دايرة واحدة كما تدين تودان ما إحنا كلها طبعا لو أنت حتى لو اللي بيصلح لك السلعة لو أنت رفعت السلعة في السلعة بتبقىها هتروح تصلح الساعة ما هيرفع عليك هتروح إذا قد أن عندك خمس منتجات غير غزائية بتروح تشير منتجات غزائية إذا قد أنت منتج لسلعة فأنت مستهلك لألف سلعة فلازم كل واحد يعرف أنه هو مستهلك ولا يسا منتجات جودة غيث العيش تمام إحنا حضرك بتقولي عندنا دقيق وعندنا أمح ودنيا تمام هترقبوا إزاي أنه بعض بعض الجاشع اللي بيحصل في موضوع تكواس جدا حضرك أشارت عشان برضو نوجه رسالة لأصحاب الفران اللي مفاكرين نفسهم أو هم خارج النطاق الرقاب سواء بعض العيش الحر أو المدعم إحنا عندنا نوعين سما حضرك أشارتي العيش المدعم المواطن له خمس ترغيفة وزن رغيف خمس تسعين جرام خمس ترغيفة وزن رغيف تسعين جرام ولازم يكون مطابق المواصفات اللي هو كامل استدارة والوزن والكامل طب الجماعة دوله ده على رقابة جديدة جدا نمكن يعني طب الأصحاب المخابس السياحية أولا اللي كل واحد بفتح أوضة أو بفتح مكان ويشتغل فرن وروح يجيب مكان ويغبز ويجيب دي ولكن هستدقي بتاعي حر لا أنت مش حر أنت في دولة قانون وفي دولة رقابة وفي دولة مؤسسات فأنت كصاحب فرن السياحي أولا لا عندك ترخيص لازم يكون عندك شهادات صحية لازم يكون عندك فواتر لدي مصدر دي بتاعك عشان برضو ما يجيب راشد جيب دي من نمر أربعة لازم تكون بيوجه رسالة رسالة لكل صاحب مغبز أفرنجي سياحي خارج غير مدعم لازم تحط على يفط الوزن بتاعي رغيب باعك بكام والسعر كام لا بقناش نعرف ما عشان إيه ده بقدي كده أنا كمواطن أعرف عندي أربعة فرنج في المنطقة هلاشوف هنا الرغيف ده كاتب خمسين جرام بسبعين قرش وده كاتب ستين جرام بثمين قرش حفاظ البنين أنا ما أقولكش أنا اللي هفرض عليك تحط السعر والوزن لأنه طبعا في واحد بيغبز دقيق وملح وما هي وخميرة وفي واحد بيحط محسنات في واحد بيحط شوية من الزبدة كل واحد حسب إنتاجه ولكن قلب بوضع السعر والوزن عشان المواطن يقدر يختار المواطن اللي يلاقي فرن فرن إيش مخالف مش مخالف بس بس حضرتك يعني أنا بقولها أي مواطن إحنا في الظروف إستسنائية إحنا عندنا كم ألف فرن 40 ألف فرن مدعم زي وما 40 ألف فرن سلاحي عندنا كم سوبر ماركت عندنا كم مصنع عندنا مخابع يعني كما إحنا ما عندناش عدد تومين هنجيب كل مفاتش تومين على منشأ ولكن المواطن هو لازم يكون إيجابي ورقيب معنا ومأمور ضبط قضاء أنا بأعتبر أنا شخصيا كل مواطن يعتبر لو يعتبر نفسه معمور ضبط قضائي هنبقى كلنا كواسين أي مواطن هتلاق واحد بيحتكر هتلاق واحد بيغش في سلعة هتلاق واحد جاره بيعلف الأسعار دون مبرر واحد يعني أي أنواع الغشة أو الاستقرار أو البيع بأزد هيتصل فيه عندنا 19-588 19-588 أو 16-526 16-526 أو المرصد الإعلام عندنا كل دول لو حضرتك هتشوفه في أي وقت بنتصل بيانات الشيك السرية جدا لجوز الاتصال يعني أنا الأرقام دي أتصل بها لو عندي شاكل لو عندي شاكل أو المرصد الإعلام في زورة التومين عندنا بنبص على الصفحات ومن مرصد الإعلام وبنصف الشيء سميدة وبنتابع يوميا وبعد برضو الحاجات العسورة ماذا زم قال الفضيلة الشيخ الإشاعات أو كلام ده لازم تأكد منها والإشاعات المضرعة يعني التلام ده كله بيتم التأكد منه الحاجة التانية اللي عاوز أوجه رسالة المواطن المصري أنت بياناتك سرية محدش هيقدر يطلع على بياناتك سرية ولا حد يقدر تتخافش لو عندك شك وقال هتقول لها بياناتك سرية يعني بياناتك سرية ومحدش يطلع عليها خالص وشتكي وخليك من إيجابي وانت رقيب معنا في السوق مهم جدا الكلام الحاجة بتتكلم فيه طيب دكتور هشام فيه أنا عرفت أنه فيه عشرات من الأئمة بتوع المساجد اللي هيسفروا فيه بعثات خارج مصر علشان إحياء الشعائر الدينية في بلاد غربية كتير هما كم إمام وكم قارئ وإيه البلاد اللي رايحين ليها أنا هقول لي حضرتك يمكن هو ليه الدول بتطلب يمكن في ظل قيادة معالي الوزير لوزارة الأوقاف والتدريب النوعي المختلف اللي غير عادي اللي هو إحنا بنقول عليه خارج السندوق لأئمة وزارة الأوقاف مع إنشاء أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والوعيزات وعداد المدربين أصبح الدول النهاردة بتطلب من وزارة الأوقاف إحنا محتاجين الأئمة بتاعتكم إحنا محتاجين أن إحنا ندرب الأئمة بتاعتنا في الأكاديمية بتاعتكم إحنا النهاردة إحنا يمكن لكن قاعدين مع حضرتك إحنا عندنا دور الاتحاد الإزاعات الإسلامية النهاردة موجودة في أكاديمية الأوقاف الدولية من عدة دول أفريقية وعربية لسه كان فيه دولة كان فيه واحدة عندنا من الجزائر من فلسطين من بوركينا فاسو من السودان غير التدريب عن بعد مع عدة دول أوروبية أيضا فأصبح الطلب على أئمة وزارة الأوقاف بالإسم إحنا محتاجين أئمة وزارة الأوقاف وعشان خاطر المقارئ والتحسين والعناية بالمقارئ القراني إحنا عندنا مقارئ كبار القراء المرتلة والمجودة والمقارئ النموذجية لسادة الأئمة أصبح محتاجين القراء إحنا عندنا أكتر من 80 إمام وقارئ النهاردة مفيدين إلى دول أوروبية وعربية وإفراقية إحنا عندنا مثلا في ألمانيا في كندا لسه مبارح الناس طلع إيطاليا عندنا سويسرا عندنا غير الدول الأفريقية كل الدول وعلى فكرة إحنا برضو متابعينهم يعني إحنا متابعين الإمام وهو هناك في مسجده وعشان خاطر لهو محتاج أي حاجة مننا أو أي مساعدة إحنا ممكن نساعده أو نمده بأي معلومات عشان قبل ما أختم عاوز أسأل عن سقوك الإطعم ده السنة دي المشروع السنة التانية السنة التانية وبدأ بالفعل وموجود في المساجد الكبرى في المدريات وفي أرقام الحسابات في البنك الأهلي البنك مصر البنك الزراعي خدمة فوري وعندنا أرقام موجودة متاحة إحنا بنصلك في أي مكان حضرتك إحنا نجي لحد حضرتك وبتحول عايزة أقول التلتمل جنيه السق ده يحول كله إلى لحوم بمعنى إيه؟ بمعنى أنا مش عم أخذ منه المصاريف الإدارية يعني إحنا وزارة التوامين كل الخدمات التي تؤدى لهذا السق هي مجانا من المزارات تعاون مع وزارة التوامين يعني إحنا مجزة الشيكة المصارية اللي هم عندنا بقلنا 3 شهور الفلسفة تعيثها أن إحنا مش عم ناخد فلوس إدارية من السق يعني 300 جنيه دي لحوم صافية لكن كل المصاريف الإدارية من التبريد والتشفية والزبح والنقل والنقل والكل ده كله بدي تحمله إحنا تعاون مصمر بين وزارة التموين ووزارة الأوقاف على أعلى مستوى صراحة نشكره من كذا سنة يعني في هذا التعاون سواء في عيد الأطحى أو في شهر رمضان أشكركم شكرا جزيلا ويعني يدتون أخبار متفقلة جدا ومبشرة جدا يعني اللي بتقوم بوزارة الأوقاف ووزارة التموين عشان المواطن المصري بالتحديد في الوقت ده وإحنا دخلين على شهر رمضان شكرا جزيلا دكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الدين في وزارة الأوقاف نورتنا شكرا لحظة كيفية والمهندس عبد المعلم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية في وزارة التموين شكرا لكم سنة حضرتك بالحقيقة جهاز الدولة ووزارتها مستعدين لشهر رمضان وإحنا كمان ضروري نكون مستعدين على فكرة للشهر العظيم عشان نقدر نستفيد من كل لحظة وكل ثانية من خيره من نفحاته الروحانية من تقاليده من الأجواء العقلية الجميلة وده طعم رمضان في مصر اللي عمره ما بيتغير مهما الزمن اتغير أشكركم شكرا جزيلا أنا شوفكم إن شاء الله يوم الحد في مصر جديد